اهلا بكم وفيديو جديد على قناتنا درسة عربي الفيديو بتاعنا النهاردة مختلف عن نظام اسئلة الامتحانات بالنظام الجديد للصف السادس الابتدائي مع نمازج استرشادية من الوزارة وهنحلها مع بعض لو اول مرة تشوفنا يلا بسرعة اعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد وكمان اعمل لنا لايك وكمنت وشير عشان المعلومة توصل لكل الزمالك يلا بينا نبدأ اول حاجة الامتحان بتاعنا هيكون 10 اسئلة كل سؤال عليه 10 درجات المجموع 100 درجة الاسئلة هيكون بشكل اختيارات وما فيش ولا خط ولا املة ولا تعبير النموذج الاول ضع خط تحت الاجابة الصحيحة من البدائل الموجودة في كل سؤال اولا اللغة العربية من موضوع زيارة ومفاجأة في صباح يوم الخميس توجهت مارين في صحبة والديها ومعها بعض الهداية الى المستشفى الذي وجدته في غاية الجمال والنظام معنى غاية فرح ولا هدف ولا وطن ولا ليس مما سبق طبعا كلمة غاية معناها منتهى يبقى ليس مما سبق مفرد الطرقات الترقة مضاد النظام الفوضى اعراب كلمة الخميس نشوف كده فوق في القطعة في صباح يوم الخميس اعرابها هيبقى مضاف اليه اعراب كلمة مريم توجهت مريم توجهت ده فعل ومريم فعل توجهت مريم مع اصحابها ولا اقاربها ولا والديها ولا اختها توجهت مع والديها من نصكم قويا يا شباب العلم في الوادي الامين اشرق الصبح فهزوا النائمين يا شباب اسلوب نداء ولا استفهام ولا امر ولا نهي اسلوب نداء جمع الوادي الاودية ولا الوديان ولا كلاهما صحيح ولا ليس مما سبق طبعا الاودية والوديان يبقى كلاهما صحيح اعراب كلمة اشرق فعل ماضي ولا مضارع ولا امر ولا ليس مما سبق اشرق فعل ماضي مفرد النائمين النوم النائم المنام ليس مما سبق مفرد النائمين النائم النموذج الثاني من موضوع مفتاح النجاح والسادس الإسرار في الناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وإنما يمضي قدما في تنفيذه معنى الصائب الصحيح الجميل الكبير العظيم معنى الصائب الصحيح مضاد الناجح الراصب الخائف القلق الجزع مضاد الناجح هتبقى الراصب جمع القرار القوارير الإقرارات القرارات ليس مما سبق جمع القرار القرارات عرفت عائلة مبارك بعائلة المشايخ الشواهد الأطباء المهنيين عرفت بعائلة المشايخ عراب يمضي فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر ولا ليس مما سبق فعل مضارع من نص نصائح أب قال تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سمائق لعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين معنى إقلعي لا تذهبي ولا تمطري ولا تفزعي ولا تقلقي لا تمطري مفرد الظالمين المظلمة الظلم الظالم الظلمة مفرد الظالمين الظالم الجودي اسم مدينة وادي جبل نهر اسم جبل الجمال فيه أرض وسماء تضاد ترادف تماثل ليس مما سبق أرض وسماء بينهما تضاد اعراب كلمة ماء وغيض الماء غيض دي فعل والماء هتبقى فعل النموذج الثالث يا شباب العلب في الوادي الأمين أشرق الصبح فخزوا النائمين مصر ترجو منكم جيلا فتيا سالم البنية مقداما قويا معنى ترجو تبعد ولا تركب ولا تشرك ولا تطلب تطلب فهزوا اسلوب نحي أمر نفي استفهام اسلوب أمر ينادي الشاعر في الأبيات شباب الأدب العلم المسرح المسابقات شباب العلم مفرد عقبات عقبة عقبة عقاب عقب طبعا الاختيار الثاني عقبة إعراب كلمة العلم يا شباب العلم إعرابها هيبقى مضاف إليه إعراب كلمة جيلا مصر ترجو منكم جيلا جيلا دي هتبقى مفعول به منصوب بالفتح نموذج آخر من موضوع زكاء صبي ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أتته الوفود فإذ فيهم وفد الحجاز فنظر عمر إلى الغلام صغير السن وقد أراد أن يتكلم تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين أفضت يعني انتهت ولا زالت ولا انخفضت انتهت مضاد يتكلم ينظر يشير يصمت يصمت جمع غلام غلائم غلمان غاليم غلمان من قصة علي مبارك اختدى الشيخ مبارك إلى شيخ أصله من الكوم والخليج برنبال العبابدة أصله من برنبال أتم علي مبارك حفظ القرآن الكريم فيه ثلاثة سنوات تسع سنوات سنتين أتم حفظ القرآن فيه سنتين من نصكم قويا يا شباب العلم في الوادي الأمين أشرق الصفحة فهزوا النائمين مصر ترجو منكم جيلا فتية سالم البنية مقداما قويا مضاد فتيا قويا ولا شجاعا ولا ضعيفا ضعيفا جمع جيل أجلاء أجلال أجيال الإجابة الصحيحة أجيال معنى مقداما مرهقا ولا شجاعا ولا جبانا معناها شجاعا كلمة الوادي تعرب مبتدأ ولا اسم مجرور ولا مفعول لأجله كلمة الوادي تعرب اسم مجرور مصر ترجو منكم جيلا فتية نوع الخبر هنا خبر مفرد ولا جملة اسمية ولا جملة فعلية خبر جملة فعلية نشوف نموزج آخر من موضوع زكاء صبي فقال عمر عزني يا غلام فقال يا أمير المؤمنين إن أناسا غرهم حلم الله وسناء الناس عليهم فلا تقوم ممن يغره حلم الله وسناء الناس عليه فتزل قدمك تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي معنى غرهم خدعهم ظلمهم مدحهم الإجابة الصحيحة خدعهم مضد سناء مدح ولا زم ولا اهتمام زم عمر الغلام 14 سنة 12 سنة 13 سنة عمره كان 12 سنة كلمة أناسا تعرب مفعول به اسم كان خبر كان تعرب اسم إن من نص الطمع والدجاجة فظن يوما أن فيها كنزا وأنه يزداد منه عزا قبضت دجاجة المسكين وكان في يمينه سكين مراضف عزا غنى جمالا شجاع الإجابة غنى تعلمنا من هذا النص الطمع القناعة الطموح الإجابة القناعة خبر كان في البيت الثاني جملة اسمية جملة فعلية شبه جملة وكان في يمينه سكين خبر شبه جملة أنه يزداد منه عزا خبر أن هنا جملة اسمية جملة فعلية مفرد الإجابة الصحيحة جملة فعلية من قصة علي مبارك كثرة عدد أسرة الشيخ مبارك حتى قاربه المئة الثمانين المئتين قاربه المئتين بعد خروج علي مبارك من السجن أدرك أهمية المال العلم الشهرة أدرك أهمية العلم النموذج الثالث من موضوع مفتاح النجاح المسئولية إذ إن لكل فرد من أفراد المجتمع مسئولية عليه أن ينهض بها وأن لا يقصر في أدائها تخير الإجابة الصحيحة جمع المجتمع المجامع المجتمعات المجموع الإجابة الصحيحة المجتمعات معنى يقصر يتهاون يتعاون يساعد الإجابة الصحيحة يتهاون من مفاتيح النجاح الثقة بالله التكبر البخل الإجابة الصحيحة الثقة بالله أفراد تعرب فاعل مفعول به اسم مجرور تعرب اسم مجرور مسئولية اسم إن خبر إن مفعول به هي هتكون اسم إن يقصر فعل ماضي مضارع أمر فعل مضارع من نص الطمع والدجاجة فقال لا شك بأن الطمع ضيع للإنسان ما قد جمع الحجمة التي نتعلمها من هذا البيت هي الطمع القناعة القرم نتعلم القناعة قائل النص هو عيسى النعوري ولا محمود غنيم ولا محمد عثمان جلال الإجابة الصحيحة محمد عثمان جلال من قصة علي مبارك هربت أسرة علي مبارك من قريتها بالقاهرة ولا الكوم والخليج ولا الإسكندرية الإجابة الصحيحة الكوم والخليج كانت أم علي مبارك حزينة ولا فرحة ولا رافضة لفراق ابنها كانت حزينة نهاية أتمنى أنتم كنتم استفدتم كمان أتمنى لكم النجاح والتوفيق وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكمنت وشير عشان المعلومات يتوصل لكل زمياننا وكمان تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك درس عربي إلى اللقاء دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته